بسم الله والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين هذا اللقاء الرائع الخالد السيد المسيح بيعلمنا منه مجموعة دروس يجب فعلاً أن نستفيد منها الدرس الأول هو معاملة سيد المسيح للخاطي مهما كانت خطيئة ومهما كانت ضعفاته بطرس له مواقف كتيرة جداً جداً مشرفة وعظيمة جداً السيد المسيح لما التقم مع بطرس في أول مرة فقال له من الآن تصير تصطدقه الناس قال له خلاص أنت دلوقتي بدل ما تصيد السمك عايزك تعمل إيه؟ تصيد الناس بعد كده السيد المسيح وهو قاعد مع التلاميذ سألهم قالهم الناس بتقول علي إيه؟ من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان سنخدوا بالكم من التتابع الموضوع السيد المسيح بيقول لهم الناس بتقول علي إيه؟ شايفيني في شكل البشر جسد لا إليه جسد ودم ولحم بتقول علي إيه؟ من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان فتقدوا يقوله إن في بعض الناس بتقول عليك أنك أنت إليه وفي ناس بتقول عليك أنك أنت أرمية وفي ناس بتقول عليك أنك أنت يوحن المعمدان وانت ناس بتقول عليك أنك نبي من الإنبياء قال لهم وأنتم من تقولون قال لهم إيه؟ بطرس بين دفعته المشهورة قال له إيه؟ أنت هو المسيح ابن الله الحي سيد المسيح طوبه وقال له طباك يا سمعان ابن ونة لأن لحم من ودمن لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات أخذ بالكم إزاي؟ بعدين في مواقف كتيرة يأخذ السيد المسيح على جبل التجلي يأخذ بطرس ويعقوب وحنة ويتقابل معهم على جبل التجلي ويلقوا المجد العظيم اللي ظهر به السيد المسيح وده جزء من الشعاع بتاع لهوت سيد المسيح يدوبك يعني كده بطرس انبهر وقال له جايد يا رب أن نكون هنا فالنصنا على سلاسة ما ظل لك وحيدة وليموسى وحيدة وليها وحيدة وبعدين لما سيد المسيح ابتدى يكلمهم على الصلب والموت قال له لا حشك يا رب أن تفعل هذا وقال له ده أنا مستعدة أموت بدلك قال له الحق أقول لك يا بطرس أنك قبل أن يصيح اديك مرتين تنكرني ايه ثلاث مرات خدوا بالكم من التتابع كده لأن ده مهم قوي على اللقاء بتاع إنجيل النهاردة بعد كده طبعا بطرس رغم تحذيرات سيد المسيح ليه أنه هينكروا وفعلا أنقروا ده مش أنقروا بس ده أنقروا وحلف أنه معرفوش ولعن أستاذ المسيح أمام جارية زي ما حضرتكم عارفين وقل لنا كده الكتاب أن بطرس خرج إلى خارج وبكى بكاءً مرة السيد المسيح البطرس كان ليه بقى الشرف أنه من أوائل التلاميذ اللي يقابل السيد المسيح بعد القيامة وتعرف عليه كتبركة كبيرة جداً ليه قال لكم إزاي وبعدين ظهر مرتين في العلية مرة الأولى كان معهم مش معهم تومة وتاني مرة معهم تومة يعني كانت أدلة واضحة وقوية جداً بقيامة سيد المسيح لكن بعد كده بطرس قاعد مع التلاميذ كده اللي سيد المسيح قال له إيه من الآن تصير تصطاد إيه الناس قال لهم بقول لكم إيه المورد تفضل والحكاية خرصت وسيد المسيح عاد معانا الفترة اللي عادة تلسين وتلت دولة وبعد كده خلاص يعني هو يعني مات وأم الموت وخلص الموضوع لكده ما تيجي الروح نصطاد سمك الله ده السيد المسيح قال لك كده من الآن تصير إيه تصطاد إيه الناس رخد ستة من التلاميذ وطلعوا على بحر طبرية وطلعوا يصطادوا إيه يصطادوا سمك ويرجعوا لكل القديم وينسوا كل اللي حصل قبل كده طبعاً سيد المسيح يعني ما يلاقي موقف زي هذا يعمل إيه يمسك الواحد بقى يهزأوا كده ويقنبوا ويبكتوا زي إحنا ما بنعمل كده مع أي حد مع ولادنا ومع الناس ونلاقي واحد خاطئ نكلمه كلام صعب لا 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 السيد المسيح قال ليه اسلوب تاني مختلف 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 يعلمنا قد إيه يقول لك إيه لم قاتل أدعو أبرار بالخطاه إلى التوبة لم قاتل أدعو أبرار بالخطاه إلى توبة لأنه لا يحتاج الأصحاء إلا طبيب بالألمر بالألمر تعالوا شوفوا العلاج الجميل السيد نسيح يتقابل مع التلاميذ على بحر الطبرية ومش عارفين أنه هو ده المسيح ابتدي يعني يقول لهم يعني ارموا الشباك وبتاع جابت السمك وطبعاً موضوع كبير قوي لكن أنا بختصر بشدة يعني مئة تلاتة وخمسين سمك المشهورين وعدوهم وبعد كده قال لهم بقى هناكل ولا إيه عندكم إدامة عندكم غموز قال ناكل فابتدوا يحطوا له ياكل وبعد يقول لك بعد ما يتغدوا وبعد ما كالوا قاعد كالوا إياهم واتبسطوا ابتدى بقى يكلم بقى إيه بطرس بإستوب بقى كده إيه يعني فيه حب كبير وفي نفس الوقت فيه هتاب جميل هو قال له أنت كده أنت بطرس وعلى هذه الصخرة قبل كنست يعني خلاص بقدر ما كان كان اسمه سمعان السيد المسيح سمى إيه سمى بطرس لكن في اليوم ده لما إيه قاعد مع السيد المسيح قال له يا سمعان ابنيونة قال ما دام أنت رجعت بقى لسيد السمك هقولك باسمك القديم بقى يا سمعان ابنيونة أتحبوني أكثر من هؤلاء أنت عملت عملت تهيصة كبيرة وعملت أنت هو المسيح ابن الله الحي وقلت مساعدة أموت بدلك والنهاردة رجعت للسيد السمك ورجعت لأصلك مرة تانية يا سمعان ابنيونة اسمك القديم أتحبوني أكثر من هؤلاء قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك ابتدأ عيدها مرة تانية قال له يا سمعان ابن يوني هتحبوني أكثر من هؤلاء قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له مرة تالتة يا سمعان ابن يوني هتحبوني أكثر من هؤلاء يقول لك حزن بطرس لأنه قال له ثالثة هتحبوني أكثر من هؤلاء كان رد بطرس المرة يبقى شديد شوية نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك لما بقى يعني حب يرجعه مرة تانية قال له ارعى خرافي وابتدى بقى يتكلمه طبعا يقول لك أشياء كثيرة صناعة يسوعه وحكا وكتير وكلام كتير لم يذكر كله في الكتاب طبعا لكن أنا أعز أقول لكم قد إيه السيد المسيح بيعامل الإنسان الخاطئ إحنا وإحنا على يعني أعتاب عام جديد يعني خلاص إحنا فضلنا أربعة أيام والخمسة أيام والسنة الإبطية تخلص ونبتدي السنة الإبطية الجديدة لو السيد المسيح النهاردة جاب يسألني وبيسأل كل واحد فينا ويقول لي أتحبني أكثر من هؤلاء أقول له إيه بأمانة كده تحبني وأنت لسه في خطياتك ولسه في شرورك ولسه في أسامك ولسه في عداتك ولسه في تصرفاتك تحبني وألبك كله مليان بغضى وكره للناس كتير أتحبني وأنت بتخاصم ومش بتصالح أتحبني وأنت مأثر معايا في العبادة وفي الصلاة وفي كل هذه الأمور أتحبني أكثر من هؤلاء عامل لي كاهن أسيس أقول له يا رب ده أنا غلبان قوي طبعا عامل لي شماس وعمال وحافظ في زبحة وألحان جميلة جدا أقول له إيه طبعا عامل نفسك من الخدام ولا من الخدمات اللي ليهم خدمات كبيرة وعظيمة أتحبني أكثر من هؤلاء لو سيد المسيح النهاردة بيسألنا كلنا السؤال ده نقول له إيه نقول له زي بوترس كده ما قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك أقدر أقوله كده ده بعد الخيبة اللي لوحد فيها دي ما يقدرش يقوله كده أبدا 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 جل واحد كده يعني كده ما يقدرش يرفع عنه لفوق زي العشار الويب في الآخر كده لم يستطع أن يرفع نظره إلى فوق وقرع على صدره وقال إيه اللهم ارحمني أنا الخاطئ لو سيد المسيح النهاردة جلنا وبسألنا كده كل واحد فينا وكل واحدة في الموجودين أنت بتحبيني وبتحبيني أكثر من هؤلاء أقوله إيه؟ واحد من الأباء أباء البرية قال كلمة حالة أولا قال أنا ما أقدرش أقول للسيد المسيح لو سألني السؤال ده نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك لكن قال أنا أحورها بطريقة تانية أقول له كده واصرخ وصلي أقول له نعم يا رب أنت تعلم أني أريد أن أحبك نعم يا رب أنت تعلم أني أريد أن أحبك فعلمني كيف أحبك نعم يا رب أنت تعلم أني أريد أن أحبك فعلمني كيف أحبك ولربنا المجد دائما أبديا أمين